موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة الأسد بطل الممانعة يستميت للانضمام إلى المؤامرة الكونية والعالم يتمنع حيث نشرت صحيفة الڭارديان مقالا لإيان بلاك بعنوان الأسد لن يكون حليفا للغرب على الأرجح يقول الكاتب أنه خلال العام الرابع من الصراع في سوريا لن يجد الرئيس بشار الأسد شيئا أفضل من أن ينظر له الغرب كشريك لا غنى عنه في الحرب الجديدة على الإرهاب التي تتمحور حولها النقاشات العالمية بعد التقدم الذي يحرزه تنظيم الدولة الإسلامية ونحر صحفيين أمريكيين غير أنه بحسب الكاتب لا يبدو أن هذا سيحدث ويلفت الكاتب هنا إلى إشارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال قمة نيتو إلى إمكانية توجيه ضربات لأهداف التنظيم في سوريا بدون التعاون مع الأسد الأمر الذي يكشف عن اتجاهات التفكير في لندن وواشنطن ويضف الكاتب أنه بحسب رؤية كاميرون فإن الرئيس السوري جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل كما أن سجل الأسد في جرائم الحرب بحسب الكاتب يحول دون أي حاجة للتشاور معه وخاصة أن الولايات المتحدة وبريطانيا طالبت مرارا بإبعاده عن السلطة حسب ما جاء في المقل وتقول الصحيفة أن الأسد منذ بدء الصراع يؤكد على أنه حصن الاستقرار والعائق الوحيد دون سيطرة تنظيم القاعدة على زمام الأمور بينما أفرجت السلطات في الوقت نفسه عن المعتقلين الإسلاميين لتعزيز الرواية الرسمية وأحجمت القوات الحكومية عن مهاجمة عناصر الدولة الإسلامية خاصة في معقلهم بالرقة حتى بعد سقوط مدينة الموصل العراقية في شهر حزيران الماضي حتى أنها تدخلت في بعض الأحيان بحسب الصحيفة لدعم مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في مواجهة جماعات أخرى معركة الغرب على الإرهاب يبدو أنها ستطول وتطول ما لم يفلح الغرب في معالجة الأسباب عن هذا الموضوع نشر موقع CNN مقالاً لمارك هيرتلينغ بعنوان لهذه الأسباب سيستغرق قتال داعش وقتاً في سوريا قال فيه الضربات الدقيقة تمثل دون أدنى شك وسائل للتأثير على النتائج الاستراتيجية لقد رأينا أن القوة الجوية عندما تم دعم قوات الأمن العراقية ومقاتل البشمرقة القوات الجوية تشكل تأثيراً كبيراً كجزء من استراتيجية حماية الأمريكان في أربيل وبغدد في سوريا الوضع سوف يكون أكثر صعوبة بالنظر إلى التعقيدات الإضافية الموجودة هناك والمتمثلة في الحرب الأهلية المستمرة التي تشمل حكومة لا ندعمها الجماعات المختلفة والكثيرة المناهضة للحكومة والتي تتغير يوماً بعد يوم إضافة إلى الأراضي غير المألوفة والثقافة والدين واللغات المتعددة يجب أن نطالب بأن تكون الاستراتيجية أفضل من تلك التي كانت لدينا في السابق لسوء الحظ فإن الصياغة تلك الاستراتيجية سوف تتطلب المزيد من الوقت والمزيد من التنسيق مع مشاركة المزيد من الجهات الأخرى لتحقيق الغاية المطلوبة مشاهدين الكرام التنظيمات الجهادية تتمدد وتتصارع حيث نشرت صحيفة التايمز مقالاً لكاثرين فيليب عنوان داعش والقاعدة في معركة دامية لزعامة علم الإرهاب تقول فيليب إن المدن الهندية أعلنت حالة التأهب أمس بعدما أعلن تنظيم القاعدة عن تنظيم منبثق عنه في الهند فيما يعد تطوراً جديداً في معركة الزعامة بين أكبر منظمتين جهاديتين في العالم وترى الصحيفة أنه في مسعاه لاسترداد زعامة الإسلام الجهادي المسلح من تنظيم الدولة الإسلامية أعلن أيمن الظواهر زعيم تنظيم القاعدة أنه سيرفع راية الجهاد في شبه القارة الهندية وتقول فيليب إن صراع القوة يتنافس فيه جيل جديد من المقاتلين الذي نشتد عودهم في القتال في سوريا والعراق وجيل قديم من المقاتلين ينظر إليهم على أنهم خاملون نظبت أفكارهم الخاصة بتوسيع رقعة الجهاد وتقول الصحيفة إن إحياء الخلافة الإسلامية كان الهدف المعلن لأسابة بلادن عندما أقام شبكة القاعدة لكنه لم يأخذ سوى عدد ضئيل من الخطوات الملموسة لتحقيقه فوفقا لأيديولوجية القاعدة لا تتحقق الخلافة لبعد تطهير العالم الإسلامي بأسره وعلى النقض من ذلك لم ينتظر تنظيم الدولة الإسلامية وأعلن الخلافة في المنطقة التي يسيطر عليها في العراق وسوريا والتي تبلغ مساحتها مساحة بريطانيا تقول فيليب إن مقدرة داعش الكبيرة على استخدام شبكات التواصل الإلكتروني ساعدتها في نشر دعايتها إلى الجهاديين الشباب في شتى بقاع العلم وتمكنت من منحهم الحماسة والإصرار التي لم تنجح التسجيلات الصوتية للظواهر في إحداثها ننتقل مشاهدنا الأعزاء إلى الصحافة التركية حيث نشرت وكالة أنباء الأناضول لقادر قرقوش عن الكلمة التي ألقاها أردغان أمام زعماء دول النيتو تحت عنوان أردغان يدعو لخطوات حاسمة ضد الإرهاب بسوريا والعراق جاء فيه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان على وجوب اتخاذ خطوات حاسمة من خلال مقاربة شاملة في مواجهة أوساط العنف التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي في سوريا والعراق وشدد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي استغلت حالة الفوضى الناتجة عن الصمت إزاء ممارسات النظام السوري كما نوه أردغان إلى أن دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة ترابها الوطني سيستمر في الفترة المقبلة مشيرا إلى أن تركيا لن تعترف بقرار ضم القرم واصفا القرار بغير القانوني وستدعم رفع ظلم الذي يتعرض له أثراك وتتار القرم والجهود التي تنصب في إطار تحقيق حل سياسيا للأزمة وشدد الرئيس التركي على ضرورة وفاء نيتو بالوعود التي قطعها لأذربيجان وإيجاد تسوية سياسية للزاع في إقليم كرباغ الآذري الذي تحتله أرمينيا منذ عام 1992 في إطار احترام وحدة التراب الوطني لأذربيجان هل بدأ الضوء يلوح من آخر النفق؟ وهل بدأ الأعداء يستسلمون في معركة الإرادة؟ موقع المدن نشر مقالا لميشيل كيلو بعنوان هل يسحب حزب الله من سوريا جاء فيه؟ هناك أخبار كثيرة تقول إن حزب الله يدرس انسحابه من سوريا بل إن هناك من يقول إن الانسحاب تقرر وانتهى أمره ثمت علامات يجب أن تكون مقلقة بالنسبة إلى الحزب الذي طبل وذمر الانتصاره في القلم واحتفل به بتوزيع الحلوى في شارع الضاحية والبقاع وأنا أتمنى أن يسحب الحزب قواته من سوريا دون أن أكون على قناعة بأن ذلك سيحدث أود التذكير بحقيقة تفقأ العين هي أن جبهة النصرى وداعش ما كانت لتصل إلى عرسال وتقوم باحتلالها والسيطرة على معظم التلال المحيطة بها طيلة أيام لو كان حزب الله في وضع عسكري قوي في القلم فعرسال هي بوابته اللبنانية ومن يسيطر عليها لا يسمح لأي قوة معادية بالوصول إليها ويتابع الكاتب قائلاً هل لعبت عرسال دوراً في قرار انسحاب الحزب من سوريا؟ هل كان هناك حقاً مثل هذا القرار؟ أعتقد أن مواقع في جرود عرسال ربما يكون أجبر بعد قادة الحزب على مراجعة مواقفهم غير أنني لا أعتقد أن من سكت على دخولهم إلى الفقه السوري سيسمح بانسحابهم منه أتمنى أن يغادر مسلح حزب الله سوريا بما تحمله مغادرتهم من دلالات هائلة الأهمية بالنسبة لمختلف أطراف الصراع الدائر فيها كاحتمال أن تكون إيران في الطريق إلى عقد صفقة على حسابه أو اقتنعت بقرب هزيمة النظام الذي استماتت كي تنقذه وترد لقواتها الضاربة تركه وحيداً في المعركة كي تنجوى بجلدها فهل وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ أم أن الحزب يحاول تهدئة أهالي قتلاه المتكاثرين في سوريا بواحدة من أكاذبه؟ أصلي كي يتركنا حزب الله بحالنا نحن السوريين وليكن على ثقة من أنه لن يفارق بشر الأسد لفترة طويلة لأنه سيلحق به بعد زمن غير طويل هذا إن واجد له مكاناً في صفوفه أو أراد الإفادة من خبراته العسكرية المتميزة التي تضعه في الصف الأول من عثات مجرمي التاريخ الاستماتة من أجل الحياة قد أدي إلى الممات صحيفة بوابة الشرق القطرية نشرت مقالة لعلي الراشد بعنوان السوريون وقوارب الموت مقاربة إنسانية جاء فيه يقول الكاتب وأنا أقرأ خبر غرق سوريين كانوا متوجهين في قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وانتشالهم قرب شواطئ تونس تخيلت المشهد بكل صوره ولقطاته التراجدية المجعة تألمت من الأعماق وأنا أتخيل لحظة الغرق بكل تفاصيلها المفجعة وكيف كانت حالة الأمهات والآباء وهم يرون فلذات أكبادهم أمام ناظريهم وقد قذفتهم الأمواج بعيدا أو عندما كانوا يصارعون الموت فيما الأمواج تبتلعهم دون أن يستطيعوا فعل شيء لهم مشهد تكرر والأغلب أنه سيتكرر لأنه يعبر عن حالة الإحباط وفقدان الأمل عند شرائح كبيرة من الشعب السوري التي تعاني من فقدان الأمن والأمان وسبل الحياة الكريمة بعد أن أصبح تسعة ملايين شخص منه موزعين بين ناجئين ونازحين وبعد أن تركها العالم تواجه أوضاع إنسانية استثنائية صعبة منذ أكثر من ثلاثة أعوام والأسوأ من ذلك أن قضيتها وبلدها مهددان باستنزاف طويل والتحول إلى قضية شبه منسية عندما يخاطر السوريون عبر قوارب الموت رغم كل المخاطر المتوقعة والمحدقة بهم فلأنهم يحلمون أو كانوا يحلمون بحياة جديدة تخلصهم مما يعانونه ويجدون فيها الأمن والسلام والحرية والعيش الكريم الذي يليق بإنسانيتهم بعيدا عن الظلم والقمع والفساد وذل المسألة يخاطرون على مذهب المثل الدارج لجبر على المر هو الأمر منه نظرة في كتاب الحياة تقول لنا إن أجسم الكائنات وأعظمها حجما لم تربح معركة الوجود فالبقاء دائما لصاحب الإرادة الأقوى كما تطالعنا صحيفة القدس العربي التي نشرت خبرا بعنوان علماء يعلنون اكتشاف أضخم أنواع الديناصورات على الإطلاق جاء فيه أعلن العلماء أنهم اكتشفوا في منطقة باتاكونيا في جنوب الأرجنتين حفرية كاملة التفاصيل ومحفوظة جيدا لديناصور عملاق طويل العنق كان قد زلزل الأرض في هذه المنطقة منذ نحو سبعة وسبعين مليون عام وقال العلماء إن هذا الديناصور الهائل الحجم واسمه العلمي دريدانو تاوس شراني كما تقول دورية ناتشران جورنال ساينتيفك ريبورتس يفوق ديناصور درينداوز في وزنه قطيعا من الفيلة الإفريقية أو فردا بالغا من حوت العنبر وكان ينشر الرعب في منطقة أمريكا الشمالية خلال العصر التباشري يقول العلماء إن دريدناوز كان لديه أضخم وزن محسوب لأي كائن معروف سواء كان من الديناصورات أو غيرها ويقولون إن نوعا آخر من الديناصورات العملاقة التي كانت تعيش في الأرجنتين وتعرف باسم أرجنتينوسور وبما كان أكبر حجما إلا أن ندرة حفرياته وبقاياه لا تطيح للعلماء حساب تقديرات مؤكدة لوزنه وفيما كان دريدناوز نباتيا بدرجة كبيرة لأنه لم يكن حقير الشأن ونظرا لضخامة حجبه وطول ذيله الذي كان يمكنه من أن يسحق به أي مخلوق مفترس ساذج يجرؤ على التعدي عليه فلم يكن هناك ما يخشاه حتى الديناصورات اللاحمة الضخمة وهو فرد من مجموعة الديناصورات العملاقة التي كان يعتقد أنها الأكبر على الإطلاق مشاهدين الأعزاء أن تعد ابنك لمواجهة الحياة الحقيقية بحلوها ومرها يتطلب وعيا وإدراكا من الآباء في هذا السياق نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان الآباء ومصيدة الحماية الزائدة بقلم هاني رمز عوض قال فيه من الأمور الطبيعية أن يكون الآباء بمثابة الملجأ الآمن لأطفالهم في لحظات خوفهم إذ يقوم الآباء باحتواء الأطفال بطبيعة الحال والتهدئة من روعهم وإقلق الطبيعي للآباء على أبنائهم ظاهرة الصحية تفيد الأطفال وتشعرهم بالحنان والحماية في الوقت نفسه وتساهم في الحد من المخاوف المرضية التي يمكن أن يصاب بها الطفل وهي مخاوف لا تثير عموما الأطفال وأوضح الباحثون أن ما يمكن وصفه بمصيدة الحماية يكون مفيدا بالفعل للأبناء في أول الأمر ولكن على المدى البعيد يكون سلبي الأثر إذ أن هذه الحماية يمكن أن تساهم في تماد الطفل في الإحساس بالقلق حيث إن الأباء يكونون في أشد الحالة تعاطفا وحماية لابنهم وهو الأمر الذي يتعارض مع محاولات العلاج ومصيدة الحماية يمكن أن تكون عسيرة على الفهم للآباء حيث إنهم يجدون أن مسلكهم طبيعي تجاه أبنائهم وعلى سبيل المثال إذا كان الطفل قلقا وخائفا من الذهاب للمدرسة بسبب قلقه من حوادث المرور وقام الآباء بتهديئته وإخباره بأنه لا داعي لأن ينزعج ويمكنه أن يتغيب عن المدرسة فترة بسيطة فإن هذا التصرف يعزز من إحساس الطفل بأن هناك خطرا حقيقيا من الذهاب للمدرسة وهو ما يجعل الأمر غاية في الصعوبة عند محاولة إقناعه بأن عليه العودة للمدرسة وعلى النقيض يمكن إذا تعامل الآباء بحكمة مع الموقف مع الاستهانة بقلق الطفل وإخباره بأنه لا داعي للقلق من الحوادث حيث إن سائق الحافلة المدرسية لا يسير بالسرعة التي تعرض حياة الأطفال للحوادث وأنه مدرب تدريبا جيدا على القيادة وأشر الباحثون إلى أن الأطفال حينما يتعاملون مع مخاوفهم بمفردهم قد يواجهون صعوبات في البداية ولكن هذه الصعوبات تمنحهم الخبرة الكافية بتجنب المخاوف مستقبلا ويجب على الأباء أن لا ينساقوا إلى فخ الحماية الزائدة عن الإنسانية في القرن الحادي والعشرين نشرت مجلة شباب سوريا المستقبل قصيدة نثرية بعنوان رقعة ألم لقلم بكر العاصي في القرن الواحد والعشرين الكون يعج بآلاف المعتقلين ودفاتر دفن الموتى صار بها آلاف وملايين وبقايا الشعب الأعزل مسلوب الإنسانية يتخبط في يأس وحنين من قلب الوطن إلى الغربة بين فقير وحزين قتلون باسم الوطنية أحفاد القتلة والوثنية إن تكلمنا عن تلوث الخبز بالسياسة قالوا أنتم أعداء القمح وأعداء الطين لكن الدولة من باعت ترب الأرض وباعت معه فلسطين قسموا ظهر الطفل بمهده شاب من الهمجية أنتم من باع دمشق ودمر حمصة وسوريا في زمن العهر الأممي ونفاق الجامعة العربية باعوا كل أفاث الوطن لأول نخاس باعوا كبد الأرض لإسرائيل وباعوا قلب الأقصى وشرين دمشق الأبية أعداء الشعب لصوص الشعب حمير البعثية هم الوزراء بعبارات نافقة دولية بكروش فارهة للتطبيل بآذان شياطين عصية فقرارات الدولة يصدرها الوزراء من الخلف بأصوات وزعجة همجية فيقاد الحكم إلى الديوان الملكي بأغلال مكسور الوجدان حزين وطني بلد الإنسانية قتلون بالغازات السامة في دارية قتلون بالمدفعية وطني لا تحزن فالنور يصارع أشباح الموت لأجل الحرية وطني والنور وأجساد الشهداء تغدو طاهرة خالدة ماصعة مقية 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 مشاهدنا الأعزاء الضربة القوية تهشم الزجاج ولكنها تسقل الحديد والإنسان يتألم ولكنه يمضي ويتعلم عن هذه الفكرة كتبت إيمان محمد في موقع مناراتي السورية الثورة بعنوان الخوف خائف على نفسك بعد أن قهرتهم بالخوف بعد أن بيتمارداً عملاقاً يرعبهم وجودك يطاردونك يلاحقونك يسألون عنك في كل مكان وينشرون اسمك على الحواجز يعتقلون كل من يشبهك يرتعدون من سيرتك يجدونك في كوابس نومهم وإيقظتهم هم خائفون منك وأنت خائف على نفسك أن تزل الزلل ورعب بحد ذاته والتفكر في إمكانية حدوثه قاتل وإمكانية حدوثه كبيرة جداً في ظل جنون الحرب واختلاط الحق بالباطل وفي ظل الأعمال العشوائية وضياع الدين وغيب القيم والمفاهيم الصحيحة خائف أن تخطط لمعركة فاشلة فتضيع أرواحاً ودماء أو أن تضع قرشاً في غير موضعه فتفسح باباً للمتسلقين والسلطويين أن يكبروا أو أن تنطق كلمة تورث ضغينة وحقداً تنفر قلوباً يجب أن تلتقي فتباعد بينها عدت ما أنت والخوف للمواجهة أتى هذه المرة مسروراً واثق الخطى وأتيت أيضاً واثقاً تشوبك غممة حزن لكن السكينة تغمر قلبك لداء لم ينقطع لحظة بينك وبين ربك هو يراك ويسمعك يعرف واقعك ونيتك ومقصدك ووجه يتقلب في السماء لا يفتش عن القبلة فهو يعرفها تماماً لكنه يفتش عن سبيل يتوجه الناس فيه إلى القبلة يفتش عن وسيلة يضبط بها البصلة أيام الحرب طالت ثلة من الرائعين قد استشهدوا وثلة غابت خلف جدران السجون الباردة أصحاب الصبر الأقل قد انسحبوا وتركوك في الساحة وحدك مع قلة اختارت مثلك خيار البقاء خوفك عليهم لا يقل عن خوفك على نفسك كان الهم أن تكونوا معاً وأن تحشروا معاً إلى الجنة زمراً عدت مع الخوف إلى المواجهة وأتك مسروراً يمشي واثق الخطى وأتيت أنت واثقاً أيضاً تغشى قلبك غممة حزن ربما ولكن تغمره السكينة لأول مرة في حياتك تتمكن من رؤياته بهذا الوضوح هو كالقمر له جانب مظلم وآخر مضيء والوجه المضيء الذي اكتشفته تريد الخوف إلى جانبك كي تتقي به المخاطر كي لا تقع في الزلل كي تتخذ درع وقاية من السقوط في الشبهات تحاول أن تعرض على خوفك صفقة تعاون وأن تتابع ولا تتراخى أن تتحرى الصواب وأن لا تتبع غير سبيله وأن تصر عليه وتقاتل لأجله وأن يوقذك قبل كل زلل وأن يحفزك بستمر لخير العمل أن يدفعك للنهوض أن لا يسمح لك بالتراخي أن يجعلك تواصل مهما تعبت لترتاح عند المحطة الأخيرة مشاهدين الأعزاء حين نتجاوز الخوف وننتصر على الضعف ونتسلح بالعزيمة في معركة الإرادة سنلتقي النصر في المحطة الأخيرة وفي محطة جديدة من حديث الصحافة ألتقي بكم غدا إن شاء الله شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة